السلام عليكم اهلا بكم على حدث اليوم حلقة جديدة ولقاء تجدد معكم على قناتكم رجاء ان تفعيل الجرس وسبسكرايب وفضلا لايك للحلقة وبسعد بتعليقاتكم قاني او اسماعيل قاني يصل قربلاء لينقذ طهران والفرد عميل ايراني خوف ايراني كبير جدا او خوف ماجوس كبير جدا من فقدان او فرد سبحة العراق من ايديهم اللي ان شاء الله سيحصل وجود قاني في قربلاء مصدر ايراني كلام مهم جدا ولكن ايضا فيه تصريح من اسرائيل اليوم مهم جدا نفهم منه ان فيه احداث ستصل فيه العراق لتسليط اسرائيل الضوء على العراق في هذا الوقت معناه ان فيه حاجة مهمة جدا متحصل في العراق فيه الوقت القريب جدا خوف اسرائيلي من خروج العراق مش من سيطرة ايران لا خوفها من الكلام الشعب بتاعها شيء ولكن الكلام المبطن شيئتان خلانا ادخل فيه الحلقة ونسمع ونشوف كلام مهم جدا الحقيقة الثابتة الان وصول قربلاء بعد مغادرته من 48 ساعة وانه هو عاد سريعا جدا يبدو انه الخامنئي قال له ما ترجعش من غير ما ترجع العراق في ايد ايران تاني هما يعلموا تماما ان الانتخابات اللي هتكون غدا اللي المفروض تتم اللي المفروض تتم غدا ان فيه خلاف تبقى لتصرحتهم يعني تصرحتهم يعني مصدر ايراني صرح وقال صباح اليوم الجمعة قال انه اسماعيل قاءاني قرر البقاء حتى السبت وانا بقول انه هو ممكن يعد لاكتر من كده انه هو الغرض من مصوله ايه بيقول تبقى لتصرحتهم انه كي يراقب عن قرب مجريات جلسة مجلس النواب غدا ومحاولة لضبط حركة الفصائل فيما لو استجد اي طارق كل دي تصرحات رسمية ايرانية لو استجد اي طارق من الطيار الصدري بما الطيار الصدري اصلا ما هو تابعك برضو بس هو في الشكل العام انه هو مش تابعك بس ماشي الحال يعني بقول لك خصوصا اللي هو بعد فشل اسماعيل قاءاني في اقناع قوة الاطار التنسيقي بتغيير محمد السوداني يعني انه هما وتقديم اي مرشح اخر ينهي الخلاف الموجود قاءاني لما جه من يومين اتنين طرح على الاطار التبقى لتصرحتهم طرح على الاطار التنسيقي تغيير محمد السوداني باسم تاني فشل يعني كأن ايران ملهاش كلمة يعني الاطار التنسيقي بس ماشي يعني لكن الفكرة كلها في انه اسماعيل قاءاني خاقان البر والبحر وصل محافظة كربلاء وعد مجفى الجامع ومدورها دعا يعني ما اللي يقول يا رب يعني انجح بدن مرجع والخامين اي طاير رقابتي لان اللي جاي في العراق صعب جدا على ايران اللي جاي في العراق صعب جدا على ايران خوف ايران لدرجة انه ايران تريد ان تنقذ نفسها من داخل العراق ليه لانه تعتبر العراق هي شريان ايران اذا تقطع نزفت ايران وماتت ان شاء الله تنوت قريب باذن الله ومحدش الحق في الاخير انه انه مقتدى الصدر عامل خلاف كبير جدا معاهم على حد قولهم يعني وانه يبدو ان الخامنئي يريد احداث اي يعني وفاق وبقاء اي حد ان هو في الاخر ان تبقى الامور مستقرة نوعا ما حتى تستقر يعني العراق تحت سيطرة ايران لكن الغريب انه حصل شيء تاني انه صرايا يعني صرايا الظلام اللي هي يعني اتبع المقتدى الصدر نزل يعني نزل المسلحين بتوعها في شارع بغداد وانتشر في شارع بغداد طبعا لفرد سيطرتها يعني مقتدى الصدر عايز يفرد سيطرته وانه هو مش عايز السوداني وبالتالي في الحالة دي انه هيكون فيه صورة ضبابية اكتر والقوى الامن العراقية هي كمان انتشرت في شارع بغداد ولكن الصرايا التابعة لمقتدى الصدر دي هتعمل ازمة كبيرة جدا هل يؤدي الى الامر ده لضرب الظالمين بالظالمين وان شاء الله ربنا يخرج العراق منهم سالمين الله عالم ده ما نتمنى يعني انهم ان شاء الله يضربوا بعض وبعض وربنا يخرج العراق الامن من ادهم باذن الله تصريح الغريب جدا من اسرائيل ده مهم جدا معالية عالمة استفهام كبيرة اولا اسرائيل بتقول العراق بتقول العراق بلد مهم جدا ده التصريحات اسرائيلية بلد مهم جدا للمنطقة وبالتالي اي تأثير سلبي داخل العراق منه لتأثير هائل على المنطقة باكملها احنا عارفين ان العراق جمجمة يعني العرب وجمجمة الشرق الاوسط لكن الكلام ده يصدر من اسرائيل مهم جدا لان اسرائيل دولة خبيثة يعني ومطلعش منها الكلام كده الكلام يطلع منها بحساب وهما شايفين حاجات وعارفين ايه اللي ممكن يحصل للعراق في الفترة اللي جاي وتكملة لتصريحات الاسرائيلية بيقول ان العراق يشكل خطر على اسرائيل اكثر يعني يعني اكثر الان من مما كان عليه ايام صدام حسين طب الكلام ده ليه يقولك ان العراق اصبح خطر ليه على اسرائيل لانه دلوقتي العراق اصبح دولة ايرانية داخل العراق وعلى ارضه الاف الالاف من المقاتلين كلهم يحملون السلاح الايراني بس في العراق وعلى ارض العراق اسلحة تتراوح ما بين السواريخ مسايرات والعراق هو الشريان زي ما قلت من شوية الشريان للايران وانه كمان مش الشريان بس الطابق العادي لا هو الشريان الايران لنقل هي اسرائيل خافة من ايه ده تبقى لزعمهم يعني مش رأيه الزعم الصهيوني بيقول كده انه هما خافين من الوضع في العراق هما بيعتبوا هما شايفين ان العراق بالوقتي شريان ايراني نقلت نقلت ايران الاسلحة الارض ارض واسلحة ضمار وانظم الدفاع جوي نقلتها الى العراق مش العراق حتى كمان ده نقلتها العراق ونقلتها كمان للحدود العراقية السورية يعني غرب العراق بالتالي اصبحت الاسلحة دي في مواجهة مع اسرائيل تبقى لزعم اسرائيل لكن احنا نعلم انه هما ايران واسرائيل على توافق هل هما الان اصبحوا على خلاف ليه اسرائيل بتتكلم عن انه الاسلحة الايرانية تم نقلها للعراق وتم هي الكلام ده كان موجود قبل كده بس هل الان زاد بصورة اضعاف الاضعاف وان ايران فعلا خايفة من اسرائيل فاصبحت نقلت الاسلحة حتى تهدد اسرائيل بس مش من ارضها وده على فكرة اسلوب ايران يعني ايران ما تحربكش من ارضها تحربك من الاراضي الازرع بتاعتها من اراضي الميليشيات بتاعتها من اراضي جيرانها اللي هي استولت على ارضيها الحقيقة الثابتة اللي احنا ما نقدرش نغيرها من نجعوا بالزعم الاسرائيلي الزعم الصهيوني انه هم خايفين من خايفين يعني اسرائيل من خايفة من تنامي قوة ايران جوه العراق ده احتمال ولكن انا بعتبر احتمال ضعيف جدا لان في الاخر ان فيه تخدم ايراني اسرائيلي لكن الحقيقة اللي احنا عايزين نحنا نأكد عليها عشان بس نبقى فاهمين العدو بتاعنا المجووسي ده في الاخرية وفي الاخر الحقيقة ان ايران دولة فشلة وانها تم اعطاء ايران والمجووس صورة اكبر من حجمها وقوة ايران الوحيدة بتكمن في ميليشياتها في العراق في سوريا في اللبنان في اليمن يعني قوة ايران في الحثيين وفي الاخر الحثيين بيستمدوا قواتهم يعني في الاخر ايران دولة ضعيفة دولة هشة ولكن هي بتستقوى بازرعها في المنطقة ان هي تدير عليك حرب بالوكالة دي قوة ايران عايز اقول كلمة اخيرة جدا على ايران نفسها ايران لو عايز تحاربها حاربها اقتصاديا تفقد قوتها حارب ايران اقتصاديا تفقد قوتها مش ان انت تحارب يعني موضوع ان انت تحارب ازرع ايران في العراق وفي اليمن دي قوة ارهابية يعني اشرف على دعمها الامم المتحدة وامريكا وبريطانيا والدول الاوروبية اشرفت على يعني يعني بقاء الحوثيين بقاء الميليشيات في العراق بقاء الميليشيات اللي هي في سوريا وفي لبنان الدليل على كده اللقاءات يعني الدليل على كده اللقاءات الرسمية لسفراء بريطانيا فرنسا المانيا سفراء امريكا بالحوثيين لو انت بتعتبر دول ارهابيين ما تعدش معهم وتعتبرهم دولة كذلك السفيرة الامريكية بتجتمع بالارهابيين في العراق كذلك بيجتمع مبعوث الامريكي ومستشارين الامن القوم الامريكيين بيجتمعوا ب اطرف من حزب الله في لبنان وايضا في سوريا نفس الامر هنا الدعم دعم ايران يعني دعم ايران بيبقى مش لايران نفسها بيبقى ليه وكمان طبعا يعني الاسلحة النوية لكن او اللي هو بمزمع يعني اللي هي اسلحة النوية لكن ايران قوتها في ميليشياتها وقوتها برضو في يعني اقتصادها لو انت حاربت اقتصادها وقعت ايران لو حاربت اقتصاد ايران وقعت ايران ايران اصلا بتعتبر يعني في أضعف حالاتها دلوقتي لكن بشيء من الضغط وأن أنت تضربها أكتر يبقى أنت كده أجهزت عليها وإن كان الأمر دلوقتي أسهل مما يمكن لإضعاف إيران أكتر وأكتر إيران من الداخل متقطعة مش مترهلة متقطعة ولكن هي بتاخد قبلة الحياة شوية من أمريكا شوية من بريطانيا شوية من فرنسا دي يعني بتجيلها قبلة الحياة من هنا ولكن التغييرات الدراماتيكية في المنطقة هتكون مهدة الطريق للإجهاز على إيران وإن شاء الله يكون البداية من أزرعها نفسها استودعكم الله اللي زيلاتة دعوة دعوة